اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاول من 6 كيلو مترات المسافة المقررة ضمن مهرجان ام القوين السابع عشر الذي ينطلق في هذه الايام اما نرحب بهذا الشوت ونرحب بالمركز الاول مباشرة حشيم ابراهيم بن سالم العويني العليلي حاضر ومسجل حضورة بالمركز الاول اما المركز الثاني الحضرة راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي اما المركز الثالث همس ومطار بن سعيد بن حضير اما الاجتبي قادم مع همس بالمركز الثالث والمركز الرابع المركز الرابع اشوف اللي على اميرها لمحمد بن سلطان المالكي يتقدم بالمركز الرابع والمركز الخامس اقول مشكور ابحمد بن سويد بن قشمان المنصوري مع المراكز الاولى والنقلة التالية الى المركز السادس والسادس الشادن السلطان بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي هذه الستة المراكز الاولى المقررة اذاعتها والمسموح لنا بالندال الستة المراكز الاولى وبقية المراكز ايضا خارج التغطية تنتظر الكيلو المتر الاخير لتعلن الوجود هكذا مشاهدين متابعين اللعزاء نعود الى المركز الاول ونتابع اميره اللي استلمت القيادة بشعار محمد بن سلطان المالكي الذي يتقدم ويملك المركز الاول هو ابو نايف حاضر الشاعر حاضر ولكن نشوف هناك مشكورة محمد بن سويد بن قشمان المنصوري اللي بدأ ايضا ياخذ دوره وطريقه الى المركز الاول اشوف اللي على المركز الثالث المركز المركز الثالث يعطينا شعار بن رشيد راهد بن سلطان بن علي بن رشيد سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد المركز الرابع قول حشيمة ابراهيم بن سالم العويني العليلي والمركز الخامس المركز الخامس همس مطار بن سعيد بن حضيرم الاجتبي والمركز السادس فهناك الشادن سلطان بن علي بن سلطان بن رشيد نتيجتنا كما كانت في داعتنا الأولى ولكن التغيير عند بن قشمان ما شاء الله روحت والرب يحفظها حريس عن عيون الحاصلين الطامعة يوم جد الجد يا بن قشمان واشتد الوطيل بدلت مربعها ليتربعها كأنها طير على الصيد حريس مخطر عمرك بيها تجلع تقود هذا المسار المركز الثاني المركز الثاني من نصيب أميرة أميرة محمد بن سلطان المالكي الذي يتقدم بالمركز الثاني وانسحب انسحاب وهمي وجس نبض بن قشمان ولكن له عودة مرة ثانية إلى قلب المعركة هشوف المركز الثالث الحذرة 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 من هذا الشعار القادم تحذره من شعار راشد أو سلمان بن علي بالرشيد الذي يقدم لنا الحذرة بالمركز الثالث وتجاوز إلى المركز الثاني نأخذ المركز الرابع المركز الرابع بن حضيرم مع همس مطر بن سعيد بن حضيرم والمركز الخامس المركز الخامس أقول حشيم أبراهيم بن سالم العويني العليلي والمركز السادس الشادس سلطان بن علي بالرشيد هذه النتيجة يا الحفل الكريم مشاهدين متابعين العزاء انتهينا من نداعتنا وندان الثالث وانتصفنا في نص المسافة ثلاثة كيلو انتهينا منها وبدأنا ندخل في الثلاثة الصعبات الحرجات ولكن على السبق ليس بحرج وهذه المسافة التي تقدر السبق في هذه المعركة وفي هذه المهرجان نراقب مشكورة يلا يا بن قشمان وصلت الحذرة وصلت وصلت الحذرة تلحق وتعطي السابق الحوق هذه عوايدة من العام تتلفت يسار ويمين الطالع وين بالرشيد بالرشيد على اليم باليسار يتابع يامر وينهي وهي في طاعته تمشي ولكن عاد بن قشمان مع مشكورة مرة ثانية محمد بن سويد بن قشمان المنصوري الذي يضغط على الحذرة للاستسلام ولكن هيهات هيهات من الاستسلام في هذا المهرجان الكل جاهز لكل عد العدة عشرة على عشرة القدوم المالكي بالمركز الثالث مع أمير محمد بن سلطان المالكي بنائف أيضا يراقبهم ويتابعهم في مقدمة الشوط ناخد المركز الرابع المركز الرابع عندنا هناك همس ومطر بن سعيد بن حضيرهم لا تتأخر يا بن حضيرهم لا تتأخر يا بن حضيرهم حرك حرك إذا تبقى الناموس روح نقولك روح وحرك أشوف المركز الخامس صار عليه تغيير من غبر ضجة وخليفة بن عبيد بالركاض العليلي الذي يقدم لنا ضجة بالمركز الخامس والمركز السادس لغزيل عبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي هذه النتيجة مشاهدين متابعين وصلوا أهل الطلايب وصلوا أهل الطلايب وصلت الشعارات وصلوا المضمرين وصلوا أيضا العمالقة ولكن بن رشيد ما يهزك ريح يا جبل حفيد ما يهزك ريح يا راعي الحذرة يا راعي الحذرة اتحذر من الأسماء القادمة مشاهدين الكرام ما زالت الحذرة سلمان بن علي بن رشيد لاجتبي على مقدمة الشوط مشكورة بالمركز الثاني محمد بن سويد بن قشمان المنصوري المركز الثالث أقول اليازي سيف المبارك بن هواش لخيلي والمالكي بالمركز الرابع أيضا يحرك أميرة اتحرك تميرة بالمركز الرابع إلى الثالث المركز الخامس تأتينا اللي هي ضجة خليفة بن عبيد بن ركاض العليلي والمركز السادس هناك مطار بن محمد بن علي المنصوري هذه الأسماء هذه الأسماء راحت الحذرة نعم روحت اجزاقي بارد الكون تطرب على طول المسافات عندها نظام السير مدروس تفز من بين الشعارات المتابعينها ترفع الروس وللعوير تبغيها السلامات راحت بالسلام إلى العوير المالكي حرك أميرة حركت أميرة حركت تحركات محسوسة ومال موسى محمد بن سلطان المالكي يلا يا بو نايف يلا يا بو نايف أمام عرقوب بن علوة عرقوب الامتحان في هذه المنطقة تكرم الهجن أو تهان المركز الثاني وصلت أيضا جبارة هوة الذاعة أحمد بن غلام بن نوح البلوشي وصلنا بن نوح البلوشي يوووو عنده 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 هلي تلحق وتعطي شارد الحوق عنده مشاهدين الكرام ناخد المركز الرابع الثالث الغزيزي عبدالله بن سعيد بن خلفان الرشيدي بالمركز الثالث هذه العسمة ولكنها أميرة أميرة مشاهدين الكرام انسحبت انسحاب وهمي وعادت إلى المركز الأول نستواحظ في العصى ما أخرت تجاوزت من البرد اليمين ولكن أغلام أيضا أغلام أيضا يحاول راعي جبار أحمد بن الغلام بن نوح بن نوشي اللحظات الأخيرة أميرة وأميرة أميرة مشاهدين الكرام أنهت البعركة والجولة اللي صالحه وسلوم سلام لمحمد بن سلطان المالكي بونايف تهنينة والناموس المركز الثاني جبار أحمد بن الغلام بن نوح البلوشي المركز الثالث المركز الثالث فهناك وصلتنا اللي هي المسك العلي بن سلطان بين علي بن ميرين الاشتبي والمركز الرابع المركز الرابع وصلت اللي هي حشيمة عبدالله بن عتيج بن شامس العامري والمركز الخامس المركز الخامس الغزيل عبدالله بن سعيد بن خلفان الرشيدي والمركز السادس هناك وصلت اليازي السيف بن بارك بن هواش لخيلي هذه النتيجة مشاهدين متابعين الأعزاء تهانينة والناموس المحمد بن سلطان المالكي التوقيت الزمني تسع دقائق ثلاثين ثانية أربعة وستين جزء من الثانية تهانينة والناموس يا بو نايف على هذا الانتصار الذي تحقق تحت أقدام أميرة اللي وصلت بالمركز الثاني جبارة الأحمد بن غلام بن نوح لبلوشي تسع دقائق واحد ثلاثين ثانية وثمانية وعشرين جزء من الثانية اللي وصلتنا بالمركز الثالث نشوف من مخرجنا الذي يتابع هذا السباق المركز اللي وصلت بالمركز سالح المسك العلي بن سلطان بن علي بن ميرين الاجتماعي التوقيت الزمني تسع دقائق ثلاثين ثانية وست اجزاء من ثارية هانينا والناموس لكل الفائزين